حرب وقمع وهجرة للبحث عن الحياة الكريمة نتج عنها اختفاء لآباء وأمهات وأطفال لأسر لا زالت تعاني حتى يوما هذا جراء فقدانهم ليكون يوم الثلاثين من أغسطس من كل عام هو الذكرى السنوية لليوم العالمي للمفقودين للفتي وجذب انتباه العالم أجمع إلى مصير الأفراد المسجونين تحت ظروف سيئة وصعبة وفي أماكن غامضة وغير معروفة ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الدول المسؤولة عن اختفائهم بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ففي التقرير الصادر من اللجنة الدولية أن كل من سوريا والعراق ولبنان وإيران تعاني من نسب عالية للمفقودين من سكانهم ففي سوريا أدى تشريد السكان إلى الكثير من القتلى والمفقودين فقد ورد في إحصائية رسمية للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 58 ألف مدنيا تعرضوا لاختفاء قسري منذ عام 2011 وأحد عشر بينهم تسعة آلاف طفل في عداد المختفين قسريا في سجون النظام ليصدر مجلس الأمن قرارا برقم ألفين ومائة وتسعة وثلاثين الذي يدعو إلى وقف عمليات الاختفاء القسري في سوريا ولكن لم يتخذ أي خطوة تكفل تنفيذ مواد هذا القرار حتى الآن وفي العراق ولبنان كان الاختفاء القسري والاغتيال هو الشبح اليومي للسكان جراء الاعتداءات اليومية من قبل الميليشيات والفصائل أما في إيران كان الحرس الثوري منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا سلاحا للنظام لإزالة كل من يثير الشكوك أو يهدد بقاء النظام باختطافه من عمله أو من بين أسرته وقتله ودفنه في مكان لا يعلم عنه أحد أو حبسه في أحد سجون النظام الممتلئة بالمختفين قسريا الذين لهم أحياء ولا أموات ولم يعودوا في ظروف غامضة ولا يعرف مصيرهم منذ سنوات وكان آخرهم يوسف سيلاوي الذي تم اختفاؤه قسريا منذ عام 2009 ولا يعرف مصيره حتى الآن بسبب معارضته لسياسة النظام ضد الأحوازيين الهادفة لطمس هويتهم العربية فإذا كان للمفقودين يوم عالمي ففي إيران كل يوم هناك مفقود